مسألة التقليد الأعمى والغلوف الرجال وأراء البشر الله عز وجل حكلنا في كتابه عن أمم سابقة وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة على طريقة وإنا على أثار مقتدون سبحان الله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم علي أباءكم يعني هذا الرد قالوا إن بما أرسلتم به كافرون ما في فائدة خلص إيش قال الآباء والأجداد وإحنا عليهم مثلهم يريدون رفض الحق أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم إذن هم يتبعون الباطل والهوى إيش النتيجة فانتقمنا منهم هذه الشبهة الباطلة ما نفعتهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وبعض الناس الآن كده يقول والله عرفنا وعاداتنا والآباءنا وأجدادنا ولو خالف الكتاب والسنة قال الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا الموروثات هي المصدر ولا يحيدون ولا يتركون أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون طيب أنتم وجدتم آباءكم على ضلالة يعبدون أصناما ماذا تفعلون؟ هذا واحد من مصادر الباطلة طبعا قد تكون العادات والتقاليد موافقة للشرع طبعا العبرة بالشرع وهذه إذا وافقت الحمد لله